قالها العلم طيب المستفتي أيضا سائل ما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون قال وهكذا ينبغي ما نقول إحنا يتمسكن ولكن على الأقل يتأدى في سؤاله يعني بعض الناس ربما يسجر وهو يسأل ربما يسيء الأدب ربما يقاطع ربما لا يختار الوقت المناسب ما يصلح أنت جئت تسأل أرأيت لو جئت تسأل حاجة يقولك انتظر شوي تنتظر وتسأل وتخفض صوتك وتشرح ظروفك طيب أصلا السائل للعلم هذا أحوج من السائل للمال صحوة الله من وجهين اثنين أول لأن العلم مهم من المال يعني المال المال تستعمله في أمر الدنيا لكن العلم تستعمله في أمر الآخرة كيف تطيع ربك كيف حتى تصل الحلال تتجنب الحرام حتى تعتقد الاعتقاد الصحيح حتى تعرف حق من الباطل أهم بكثير من المال أليس كذلك أمر الثاني أن المال كثير من الناس ممكن يبذله لك إذا ما أعطاك فلان يعطيك فلان إذا ما أعطاك فلان يعطيك فلان ربما حتى الكافر يتصدق عليك أو على المسكين أليس كذلك لكن العلم من يعطيك ألا ناس خاصين عندهم علم فما يصلح أبدا ليس من الأدب أن الإنسان يسيل الأدب في السؤال كما تسأل المال يعني ألجأتك الحاجة لسؤال المال بتودد بلطف بصوت منخفض بأدب يا أخي مباب أولى أن تتأدب في سؤالك لأن بعض الناس لا يعرف هذه الأداب ربما يقاطع ربما يسب ويشتم ربما يرفع صوته ربما يستهزئ ربما ربما أشياء كثيرة جدا هذا خطأ كبير ينبغي أيضا أنت سائل وهذا سائل لكن أحده ما يسأل مالا والثاني يسأله علما وعدبا فينبغي أن يتأدب كما يتأدب من سائل المال نعم ترجمة نانسي قنقر